موسط مساعى حفيفة للتوصل إلى إدرام اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنجاز صفقة لتبادل الأسرى بين كيان الاحتلال الصهيوني والمقاومة الفلسطينية يتجدد الحديث عن حل الدولتين كمقترح من شأنه بحسب التصريحات الأمريكية أن ينهي الصراع في المنطقة عبر اعتراف بدولة فلسطينية إلى جانب كيان الاحتلال الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية تحاول الدفع باتجاه تفعيل ذلك المقترح فقد صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو لا يعارض حل الدولتين مضيفا أن ثمة أنماطا لم يحددها لهذه الدولة تصريح أمريكي نفى نتنياهو صحة ما جاء فيه مؤكدا رفضه إقامة دولة فلسطينية الأمر الذي فسره محللون بين إدارة بايدن تحاول بيع الأوهام للفلسطينيين والعرب وللعالم كله وبالنظر إلى تصريحات الرئيس الأمريكي وما تلاه من نفي إسرائيلي فإن طبيعة هذه الدولة المقترحة تبقى غامضة ومبهمة إذ أن تصريحات نتنياهو في هذا الصدد تنفي وجود أي نية حقيقية للاعتراف للفلسطينيين بحقهم في دولة مستقلة ذات سيادة أما عن الموقف الفلسطيني فإنه يختلف بحسب الانتماء السياسي فبينما تجد سلطة رامالله في مقترح الدولتين حلا مناسبا وكافيا ترى أكثر فصائل المقاومة المسلحة وعلى رأسها حركة حماس أن فلسطين التاريخية من البحر إلى النهر حق للشعب الفلسطيني لا يمكن التنازل عنه وأن ارتطت مرحليا بدولة على حدود ما قبل النكسة كصيغة توافقية وطنية مشتركة بحسب وثيقة المبادئ والسياسات العامة التي أصدرت الحركة في 2017 في المحصلة فإن حل الدولتين بحسب ما يراه المحللون يبقى أمرا قابلا للنقاش وإن كانت احتمالات تنفيذه لا تزال بعيدة عن الواقع المعقد للصراع على الأقل في المرحلة الحالية